الصدى العربي بهذا الشكل وبهذا العمق الحياة ما قلش عنه الصدى العالمي لأنه الآل في النسخة دي مش بس لعب كرة حلوة قوي 2006 كانت النتائج حلوة طبعا الجيل بتاع منول جزيو أبو تريكا وبركاته المجموعة وخدمت أول برونزية كانت أحسن مشاركة للأهلي ويمكن عشان كانت أول برونزية فكانت غالية بس الحجم وصعوبة المباريات اللي الأهلي وجهها في النسخة دي كانت هي الأقوى انت بتلعب مع ريال مدريد وبتلعب مع بطل برازيل بطل أمريكا اللاتينية في لامينجو وحتى سياتل ساوندرز الأمريكي فاليء بالنحية البدنية والقوة مش قليل لأول مرة انت تلعب أربع ماتشوط لغاية النهاية المكاسب الأجنبية أو العالمية أو الصدى الدولي النسخة دي كان أقوى ربما عشان برضو تطور وسائل الميديا أكتر ربما عشان البطولة في المغرب فالميديا العربية كمان مكسفة شوية لكن الحقيقة النادي الأهلي يدفع كتير جدا فلوس علشان يتواجد في الميديا العالمية بالكسفة دي ومصر تحتاج مبالغ كبيرة جدا عشان تعمل دعاية إيجابية لها والفريقها برا انه تلاقي كبريات الصحف العالمية والمواقع الدولية الأهل المصري وإشادات وأرقام وذكر حتى على لسان كبار نجوم أوروبا على تاريخ النادي الأهلي وعرفوا تاريخ النادي الأهلي ومحركات البحث في وسائل الاتصال سجلت إن النادي الأهلي يمكن الأكثر استخداما وإقبالا عليه في الفترة دي الكل بيدور إيه النادي الأهلي اللي حيلعب ريال مدريد حقول لكم مثلا قبل المؤتمر الصحفي أنشلت في المؤتمر الصحفي قبل المباراة لأنه الأهلي خلاص منطقي فوزوا على أوكلاند سيتي ثم بازل موجود هايل وتجاوز سياتل ساوندرز الأمريكي وجات الفاس في الرأس الأهلي مع ريال مدريد تمنيت هذه الموجهة؟ هو تمنيتها وخفت منها طبعا بس كنت أتمنى في الفاينال لكن إنك إنت يبتدي الناس تحط هذا شوفه دا اللي بقولك العشم العشم على قدر المكانة إنك إنت يوم تيجي تلاعب ريال مدريد المرة دي بجاد ما كانتش أمنيات لك ناس كتير عايزاك وشايفك تقدر تنافس وتناطح وتأتي أحداث المباراة لحتى الوقت المحتاسة بدأ من ضاع بتقول إن أنت ند وقريب المباراة دي رغم نتيجتها المزعجة التي لو تعبر عن سير المباراة إلا إنها الحقيقة خدمتنا كتير جدا جدا كوضع فني داخل البطولة وخارج البطولة كنت عايز تقول حاجة أنشلوتي قال لي إيه؟ أنشلوتي قبل بيواجه الأهلي نشوف المدير الفني لريال مدريد كان كلامويا يمكنني أنشلوتي قبل بيواجه المترجم للقناة المترجم للقناة التي كنا نتمنها طبعا بنتيجة مؤلمة ومزعجة ومقلقة ولكن الأداء مبيئ ومفرح ويدعوك إلى التفاؤل ويخليك بقى فعلا تنقل نقلة موضوعية ليه لا فأنت الفكرة كلها كل الناس صح يعني الناس اللي زعلانا ليه حق والناس المبسوطة ليه حق والناس الفخورة عندها حق والناس اللي بتقولك يعني كان ممكن آه عندها السبب إنها تتدايق وكان ممكن لكن في النهاية النادي الآلي كان جدير بالإحترام الآلي كان جدير بالإحترام وقلتلكم إنه حتى لكابتن أحمد فراث أحمد فراث نجم الكرة المغربية الأشهر كابتن الخطيب كان حريص في برنامج زيارته إنه يزور الكابتن أحمد فراث في البيت لكن الظروف المرضية اللي مر بها كابتن الخطيب منعته من زيارة هذا النجم المغربي الكبير أنشلوتي لو رجعنا لألفين وواحد ألفين وواحد يا جماعة الأهل يدفع لريال مدريد عشان يجي يلعب معاه مباراة مليون ونص دولار سنة ألفين وواحد عشان يجي يلعب مباراة ودية في القاهرة والناس كلها قالتلك ليه الأهل ما يحتكش ليه الأهلي احتكاج كان برقم كبير أنت النهاردة كنت بتلعب مع ريال مدريد رأس برأس مباراة رسمية في نصف نهائي كأس العالم أنا بقول ده عشان الناس تعرف الأهلي وصل لفين ودائما كانت الإشارة إن بطل أوروبا مع بطل أفريقيا على يعني يعني دي كانت لكن في الأول مباراة تاريخية ودية تجربية أنت دافع فيها فلوس عشان تلعبها أنا بكلمك على الماتش الرسمي الماتش الرسمي أنشلوتي بيقول إيه في الكلام اللي انت شفتوه على الأهلي فريق عنده تاريخ عريق في مصر وأفريقيا فريق جدير بالإحترام هو ده الصدى العالمي تعرف أن بودر جينيو مازال موجود وكان بيتواصل مع أخي المرتاجي تقريبا كل يوم فهي دي يا جماعة قيمة النادي الأهلي الناس اللي بتتكلم على القيم السوقية للنادي الأهلي الرعاية بتاعت النادي الأهلي المكانة الدولية للنادي الأهلي لا ده الغالي تامن وفيه بجد بقى انت بتتكلم على نادي محطوط على الخريطة العالمية بالشكل الواضح والبارز والمحترم اللي هنشوف حتى الأصداء العالمية لمباراته وصلت لفين يعني أنا دايما عايز أربط بين الماتش الودي اللي في 2001 وده في عدة صغيرة هو الناس ما تعرفش مين بوترجينيو بوترجينيو ده كان لعيب مهم جدا 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 في الجيل العظيم بتاع التسعينات بتاع ريال مدريد لما جم يلعبوا هنا هو كان المدير الرياضي أي وكان المهاتش خالي المرتجي المرافق للفريق وأنا كنت مرافق لديستفن ورئيس البعث بقى صديق محمد سرحان كمان وكان محمد سرحان معانا برضو من ضمن المرافقين إنما طبعا بوترجينيو يعني كون يتواصل في الماتش ده أصداء الزيارة الأولى في دماغه وموجود وماي فرينده أنا كنت قاعد مرة وابيكلمه بيكلمه يعني ده اللي عايزة دي العلاقات لا عايزة وصل منه هو ده هو ده مستوى التعامل ده مستوى التعامل مع نادي الأهل يا جماعة أنت بقيت بتتعامل مع نجوم العالم بتتعامل مع أقوى أنديها في العالم بيكلموك إنك أنت منهم يعني من من العائلة الكبيرة طيب أقوى صحف العالم أو من الصحف العالمية الكبيرة كرويا في العالم ماركة الأسبانية يجي رئيس أحد رؤساء الأقسام فيها خوان كاسترو محرر شهير عندهم يجي خصيصا عشان يجري حوار مع كابتن محمود الخطيب لماركة الأسبانية ويكون عنوينهم بهذا الشكل وصورة كابتن الخطيب في قاعة مجلس الإدارة عالم مصر على يمينه وعالم النادي الأهل على شماله أنتم متخيلين صورة زي دي في ماركة الأسبانية بتقدم مصر إزاي وبتقدم النادي الأهل في صورة إيه واتكلم كابتن الخطيب كتير هما قال لك أسطورة من أساطير الكرة الأفريقية اتكلموا على مسيرته كلعب ثم الوضعية الرياضية الإدارية لكابتن الخطيب وحجم الإنجازات اللي بيحققها النادي الأهلي ثم انطبعاته عن البطولة وعن مواجهة ريال مدريد وعن إدارة ريال مدريد وعن طموحاته مع النادي الأهلي قياسا على ريال مدريد النادي الملكي بقول لكم حوار شوفوا إحنا وصلنا الفين من القيمة يا جماعة كل ده بيعزز قيمة النادي الأهلي ومكانة النادي الأهلي ورموزه البطولة دي كانت نقلة كبيرة أوي في القيمة النوعية للنادي الأهلي ورموزه انت بتتكلم على أصداء وعلى حوار وعلى تواجد فعلي في ماركة الأسبانية طيب مش بس ماركة من أكتر بطولات يا سيد إبراهيم اللي عملت ردود أفعال وتعليقات دولية إعلامية وفنية أنت عارف أخوان كاسترو؟ يعني أهو ده آس آس الأسبانية وهي بتقدم المباراة عملكان أو ملكان لعالمين هو شايفين أنه ده ودي برضو ماركة على المباراة بصوا الآل فين؟ ونجومه ورموزه فين؟ والموندو الموند؟ الموند؟ الموندو دي بورتيفو برضو دي في أسبانيا لسه يعني كل دي أصداء موقع الموقع الأسباني موندو دي بورتيفو ريال مدريد يسعى لنهاء المونديال أمام ملك أفريقيا موقع عشرين دياء الأسباني ريال مدريد يبحث عن العزاء في كأس العالم للأندية أنه هو عايز يعوض عن اللي حصل به الأهل المصري منافس اليوم متفوقون على الأبيض كثيرا موقع إي بي سي الأسباني الأهل الأفريقي والعربي يواجه ريال مدريد خلفه تسعين مليون مصري على قيمة شعبية النادي الأهلي صحيفة فوتبول بيرونو في بيرو قالت في تقريرها يبحث ريال مدريد عن دافعة زهنية من شأنها أن تخذهم بعيدا عن السقطات المتتالية يقص فيها قوته مع الأهل المصري وهو فريق له الكثير من التاريخ في البطولة أنتوا شايفين حجم الصدى العالمي الكبير حتى بعد النتيجة بعد ما فاز ريال مدريد وأنا قلت لكم أنه مباراة كورة تقدر تتكلم فيها كتير سو بخت مفيش أكتر من أنك أنت لغاية الدياة أربعة واربعين النتيجة صفر صفر عند الدياة سبعة واربعين النتيجة تنون صفر آخر دياة في الشرط الأول وأول دياة في الشرط التاني يعني مفيش بخت أصعب من كده ومباراة كان من الممكن في نقاط تحول فيها ممكن تتعادل ففجأة في الآخر تحصل الهزة اللي حصلت فتستقبل هدفين في الوقت البديل دا كان له تعليقات عالمية برضو ماركة قالت عمل فني وإلى النهاية وأشارت إلى أن الأهلي كان منافسا جديرا بالاحترام صحيفة آز الأسبانية قالت لك تمت المهمة في إشارة إلى فوز ريال مدريد وقالت لك بعد لقاء صعب أمام الأهل المصري منذ ديبرتيفو الكاتلونية قالت في تقريرها على المباراة أن ريال مدريد فعل ما كان متوقعا وفازوا على الأهل لكن كان عليهم أن يتألموا حتى دياة 92 لإغلاق مباراة نجح فيها الفريق المصري بالفعل في الضغط على البيض موقع 20 ديئة الأسباني علق على المباراة وقال مدريد يعاني وينهي الأمر بسحق وأشار التقرير إلى أن ركلة جزاء الأهلي كانت كفيلة بقلب نتيجة المباراة ووضع رجال أنشلوتي في مأزق حقيقي رغم تقدم الريال بالسنائية قبل أن ينجح في الفوز في الوقت البديل والبيس الصحيفة قالت أنه فريق ريال مدريد حقق هذا الفوز المشوق الكونفيدنسال الأسبانية أبرز التقلق في نيسوس لعب ريال مدريد وقالت أن البرازيلي كسر المنافسة المصرية وأخرج الأهلي وصعد إلى النهاية حي عمل بطولة هو لعيب استثنائي جدا 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 وقضام الجون عنده ثبات غريب جدا وده فيه كرة قضام اللي عمله بوش رجل أبراهيم لبنزيمة مهارات مهارات الكرة كلها في الكرة دي يعني خلاها لفت وقابلت الراجل يعني بعيته جواب فالعيب بقى رائع جدا جدا طيب دي يمكن التعليقات اللي صدرت حتى التعليقات المصرية والعربية جماعة ما أبخستش حق لعيبة الأهلي عشان فجأة الناس قرنت حد بحد وظلمت شوفوا أقول لكم بعض التعليقات عشان تشوفوا قيمة اللي حصل كابتن محمود فايز وده المدرب المساعد اللي كان مع كوبر اللي راح مع مصر كاس العالم في روسيا كابتن محمود فايز رجل له أراء المحترمة الحقيقة كتب تويتا أو بوست قال العالم كله تفرج عليكم رفعت رأسنا رغم النتيجة كفاح وتعب والإيمان بالحلم مسجات من كل حتة في العالم وصلتني من مدربين أسبان ولاتينيين بيشكروا في الأهلي والأداء ده مدرب عايش بره والأداء وكل حاجة آه قال محمود فايز لم يقصر ولم يبخل أحد بنقطة عراء قدمتم كل شيء في الملعب شكرا يا فخر العرب يعني ده مش رجل أهلاوي لكن عنده هذا التأدير للنادي الأهلي عمله في البطولة عنده العلاقات اللي تخليه يوصل له أراء مش محسوب على عد أي هنا بقى في الصحف بتاعتنا برضو ده البوستر بتاع محمود فايز في جريدة الأخبار وأنا هنا مهتم بالناس برضو اللي هما مش أهلاوية يعني صديق العزيز هشام مبارك ده مدير تحرير الأخبار الرجل ومحرر اقتصادي كبير وما هوش أهلاوي